في مثل هذا اليوم من عام 2014 سقطت مدينة الكرام بيد وحوش الإرهاب وغدا هذا التاريخ علامة سوداء في تاريخ الموصل والعراق كله دمر أو دمر الإرهاب والإنسان وعزل أجمل المدن وأكرمها عن حركة التاريخ حتى هزم على أرضها وسقطت أوهام الخلافة بين ظهراني الموصل أما هذه المدينة التي كانت واحدة من أرقى المدن والحواضر في تاريخ المسلمين والعرب فما زالت تعاني من مخلفات اليوم الأسود في العاشر من حزيران 2014 فما أنخرجت الموصل من داعش القتل والتكفير حتى وقعت بأيدي دوعش الفساد والتدمير فقد تنوب الحسالة من السياسيين والقتالة على تمزيق أشلاء الموصل وسرقة خيراتها والعبث بشؤونها وتنوب الغرباء على انتهاك حرماتها وتعددت مراكز القرار في المحافظة وجاء سياسيون ونواب من محافظات أخرى ليمعنوا في تدمير ما تبقى من الموصل ويسرق خيراتها ومواردها مرة لهذا السياسي ومرة لذاك البرلماني ومرة للدخلاء ومكاتبهم الاقتصادية والموصل تأن وتنزف وكان بإمكان الأموال التي خصصت لها بعد تحريرها من داعش أن تعمر كل جسور المدينة وتوفر الخدمات لأهلها لولا الإدارات الفاشلة والفاسدة التي مرت عليها ولولا تدخل أشهر لصوص العراق في شونها ولولا تخلف وجهل العديد من الأشخاص الذين تولوا بعض تشكيلاتها الإدارية الموصل حاضرة العراق المنكوبة لا أحد يستمع إلى معاناة أهلها بعد أن تخلى معظم نوابها عن مسؤوليتهم الأخلاقية والقانونية في الدفاع عن هذه المحافظة وخاصة مدينة الموصل ومركزها الحضاري العريق في هذا اليوم الأسود العاشر من حزيران تسأل الموصل الجريحة من أضاع المدينة وتخلى عن مسؤوليته لتسقط بيد الوحش في مثل هذا اليوم من 2014 لماذا سجلت تلك الجريمة الكبرى ضد مجهولين في مثل هذا اليوم الأسود تسأل الموصل لماذا تنكرتم لنا وتخليتم عننا يا أصحاب القرار في بغداد ولماذا وليتم على الموصل إدارات فاشلة ولماذا استبعدتم الخيرين من أهلها ولماذا سمحتم للسياسين الذين سرقوا محافظات أخرى أن يأتوا وينهبوا هذه المدينة ويتحكموا بمقدراتها الموصل لا تبرئ أحدا عذاب الموصل في رقابكم جميعا في ذكرى هذا اليوم الأسود ترجمة نانسي قنقر